انت بتتكلم على قدارة النادي الاهلي وبتتكلم على انه طبيعي جدا وانه المنهج اللي اعتقد كل ادارات الاهلي بتشتغل عليه هو السعي الدائم نحو تحقيق البطولات ده ما يمنعش كمان انه على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى تطوير النادي الاهلي سواء الفرع الرئيسي او الفروع المختلفة بيبقى فيه مجهودات كبيرة جدا ويمكن كابتن محمود الخطيب ومناسبة كلام حضرتك كان موجود النهاردة في فرع شيخ زايد وكان معاه طبعا عدد من اعضاء مجلس الادارة وكان معاه المدير التنفيذي للنادي الاهلي زي ما حضرتكم شايفين كده دي متابعة لبعض الانشاءات الجارية في الوقت الحالي كابتن خطيب كان حريصا على التواجد النهاردة ومتابعتها بنفسه منها مجمع الاسكواش منها الاماكن المقصصة للأعضاء منها هيكون مبنى اجتماعي جديد منها ملعبين هيكونوا خاصين باكاديمية كورت القدم بالاضافة كمان الحقيقة لعدد كبير جدا من المنافذ الجارية التخطيط ليها عشان تقدم عدد كبير جدا من الخدمات للأعضاء كان حاضر الزيارة بتاع كابتن خطيب المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي المجلس الادارة وكل المهندسين يعني القائمين على تنفيذ المشروع ودوا لكابتن خطيب والمجلس الادارة صورة كاملة عن خطة سير وتنفيذ الاعمال في فرع الشيخ زايد طبعا اعتقد طفرة كبيرة جدا في كل الفروع يمكن بيلمسها العضاء النادي الاهلي بشكل كبير وكل التوفيق طبعا لمجلس الادارة على الجهود اللي بيقوم بيها في الفترة الحالية أنا عايزة حقيقهم يحمد بصراحة مسؤولك كبيرة قوي مسؤولك يعني كان النادي الاهلي عندك جماهير بالملايين وعندك فروع مختلفة وعندك فرق ورياضات بأعمار مختلفة كل ده مطالب بانك انت تتبعه وتضمن ان هو يعني متوفر لكل عناصر النجاح عشان كل واحد يقدر يقوم بدوره على اكمل